اشتركوا في القناة 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 المشهورة بها هذه المنطقة مثلا يعني هي تحتوي على عدة طمانات سياحية ومدوا منطقة اللي عندكم مشهورة مثلا منطقة تحويس منطقة لعب فهمتوني هكذا اشتركوا في القناة 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 افزيتي سمانيفيكون درواء كي اوفر ان سيجور انوبليابل يعني لا تنسو زيارة هذه المدينة التي تهدين اقامة لا يمكنو نسيانها هذه ثانية الخاتمة تصلح مع كل شتوى الولاد هذا نموذج ستاندار يصلح مع جميع المدن الجزائرية نتمنين لإعجابكم الانفرنمان البيئة الانفرنمان سي المليو البيئة هي الواسط الذي نعيش فيه هذه الانترودكسيون المقدمة بعدها عندما ندخل في الواقع في وجهة النظر التي أريد أن نقنعكم بها يجب أن نبدأ بشكل كامل امو نافي ولا امو نافي هذو الكلمات نتع ونبدأ الموضوع تاعي لانمي لاناتور اندانجي بغلوي لفن لفلوغ يعني حسبة رأيي بيئتونا في خطر بالنسبة للإنسان والحيوان والنابات ذلك بش نقنعكم بهذه الوجهة تاع النظر تاعي يلزم لي تخوى تخوى الغيمون الغيمون اللولا نبدأ وهاب دابور دابور لدي زوسيون اي دي ريفيار اي بولي بغدي ديشي وش ينجم عنها برووك لبلوي اسيد يعني اولا ماء المحيطة والانهار ملوث بواسطة مخلفات الانسان وهو ما يسبب الامطار الحمضية الانسان بحاجة الانبات والحيوان مثلا من أجل تغذيته اخيرا المكافحة ضد الصيد الغير مشروع لكي نحميها من هذا التصرف مثلا عندنا الفيل عندنا ليون عندنا مثلا لزوس دونك شاكن دواء اجير بغلا بخوتيجي بيئاتنا في خطر اذا يجب ان نتجند لنحميها الولاد هذي اشتوه هذي الفقرة على الانفيرونمون تصلح ثاني البيو ديفرسيتي اللي هو التنوع البيئي الفقرة هذي تتكلم على الطهرات بصفة عامة شوفوا اذا مدلكم مثلا لو كافتون حطوا الفق اذا مدلكم مثلا حفلة حطوها الفق اذا قال لكم مثلا عبروا لي الكوسكوس حطوه الفق المهم العنوان تحطوه والد وسط الموضوع تاعكم بعدها ديروا المقدمة هذي الانتخوديكسيون يعني الجزائر تملك طراث غني ومتنوع بعدها وش تديروا تمدوا الو بوان ديفي تاعكم دخلوا اللي هالكلمة هذي جو بوان جو كو يعني اظنوا ان ضرروا نعطيكم مثال مثلا اذا رح تكلموا على اللي باس اللي هو مثلا القفطة نقول لو كافتون اي لين دي توني فهمتوا وما تكتبوش لين دي بلا خاطر ما هو الش طبق وما تكتبوش لين دي فات لخاطر ما يشي حفلة ونكمل بعد ما قلت جو بوان يعني اظنوا ان القفطة هو اللي باس الذي نتميز به والذي يعبر عن مدى اصلتنا وعرقة طراثنا اظنوا انا حبيت هذي الفكرة نقنعكم بها يلزمني تخوز باش ندافع على روحي شوفوا على رأيي اولا دابور نقول لو كافتون ايتام بات خيموان فستي منتر معناتها هو طراث تع اللي باس هذا مكان والذي يعبر عن ثقافتنا يعني ونكمل ما نكتبش كولينا خاطر تع الطبخ تع الطهي وما نكتبش كولتورال ما نكتبها شخاطر ثقافي نكتب ديرت كي منتر نوتر كولتور يخي ومبعد ثانيا القفطان هو دائما حاضر في الحفلات مثلا في المغياج ماذا نكتب اي توجور بخيزان دون لي فات انفن اي لإذا كان مذكر ألي إذا كان مؤنث كيما هذا القفطان نقول نقول إيل conserve sa فرم traditionnelle مي أن لو ياجوت ديروتوش مودرن نكتبو هو كي عاد مذكر نقول إيل نقول يبقى محتفظ بشكله التقليدي لكن مع إضافة تعديلات ولمسات عصرية وندي الخاتما donc إلي أمبر تنب 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 ريشس كي فهو من الضرور لإحتفاظ بهذه الثروة التي تعبر عن مدى هويتنا نتمنى لأولادي نال إعجابكم هذا الفيديو وإذا أعجبكم بارتاجيوه مع أحبابكم وأصدقائكم وإذا أعجبكم ثاني ديروا لي تعليقات مليحة راني نستنى منكم ناجح والسلام خير وخيتام